زيك يا هاجر. الحمد لله. بجد انا مبسوط ان انت موجودة النهاردة. انا مبسوطة. والله. تحكي علي. انا تمام الحمد لله. كل كويس. الحمد لله. يا رب داين. نعملك مفاجأة. ايه. مخيف. لا لا ما تخافش. ايه. انا النهاردة هشيل الجوب طاية البتاعك. اه الله. ده حلوة قوي. يعني مفيش ميكي بوردست. ياريت. في هاجر متولي بس. ياريت. بتعرف ان اتلعت قبل كده على الانستجرام قلتونه انا انا بجد لو عايزين نشيل كلمة ميكي بوردست دي على الاكاونت اشيلها لان انا محبش حد يعامليني كحاجة معاينة. انا ولا بلوجر ولا انا ميكي بوردست ولا انا انا هاجر عادي. بس واحدة كل البوست بساعتها لحايتها بابليك عادي. بس ما ما تصنفونيش انا مش عايزة حد يصنفني عشان ما تحطش يعني. فهم اللي هو في فئة فالفئة دي بيتعامل ازاي او بيحصل معايا او او. لأ انا هاجر بس مش مش حد يعني. ده اللي انا فكرت فيه انا قلت عايز هاجر اتكلم مع هاجر متولي. مش عايزة اتكلم مع هاجر متولي الميكي بوردست. يلا بي. جازة? جازة. هسألك سؤال كده يعني. بس. ردي علي بالروحة خلص. هاجر عام لقى ايه? والله يعني الحمد لله مشينا على مضادات الاكتئاب بانتظام. اه بنحول. الحمد لله. الحمد لله. دايما الحمد لله. اكيد. ما سألتك ايش عام لقى ايه هاجر فتقوليلي الحمد لله انا كويسة. انا تمام. يعني عام لقى ايه هاجر دي يعني من بره. من بره الحمد لله. لو سألتين عام لقى محمد اقولك الحمد لله انا كويس باكل وباشرب وبنام وباسحى وبقوم وباشتغل وجاي هنا النهار ده تمام. فهاجر نفسها عام لقى. لا الحمد لله يعني مرتاحة مرتاحة يا الحمد لله بس في جوانب وجوانب اكيد لا يعني. جوانب مثلا الشغل. لا الحمد لله يعني الشغل اه مركزة فيه قوي الفترة دي مع العلم ان انا مش متواجدة كشغل على السوشيال ميديا بس اه كان طول الوقت انت عارف احنا نخلص شغل ولازم على طول ستوريس كتير وننزل وعرايس اليوم بيوم والكلام ده برجع البيت انا اللي بحب اننزل كل حاجة انا بحب اعمل كل حاجة بنفسي ما عنديش وقت لنفسي ولا لعيالي ولا لأي حاجة فبقيت السيزيون ده دخلق انا عايز اشتغل حلو مع العرايس مش مهم عندي سوشيال ميديا بقى بقى من الناس عارف ان هاجر موجود وهاجر بتشتغل وقته فخلاص يعني عايز اروح بقى اعد اا ما عملش حاجة ااعد معيالي ااعد عامل اي حاجة اا حتى لما كنت ببقى اخدى الكرار مسلا انا هروح مسلا انا عايز ااعد اعمل كاميريل مسلا مش عارف ايه ونزلهم وبعد كده عامل كزا اا 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 اعود مع اصحابي شوية او اخرج مع اصحابي اا اعود معيالي مش عارف ايه اا ااجي مثلا طول ما انا عادة مع اصحابي عادة بفكر ان انا ايه عايز امسك الموبايل عملهم عايز اا اروح يلا عشان اعملهم اا اا انا عادة معيالي ينفس النظام فكل ده تحت ضغط ضغط فمش مستمتعب اللي انا بعمله دلوقتي انا بفكر في اللي ورايه عامله ايه فلأ قررت ان السنين دي انا هشتغل انا باشتغل بس في ارض الواقع مع عرايسي والحمد لله يعني بس وما غالبا كان يعني معراش نزلت كامعة عروسة من الاول سيزن لاي اتعدو يعني بس الداتة موجودة في الحفظ والسن تنزل وقت ما تنزل بقى حسيت ان انا مرتاحة في الشغل في الحتة دي ان انا مش مضغوطة ان انا عايز اروح انزل شغلي بسرعة ومش عارف ايه واللي اللي ستوريس فاضية واللي مش عارفة بننزل يلز عشان لا 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 خالص بس دي في الحتة بتاعت الشغل طيب في الشغل انت برافو عليكي قادرة تزبط النقطة دي وهجر من جوه جوه هجر نفسه بلاوي ده بلاوي بلاوي يعني عايز اقولك على حاجة انت النهاردة اعتبر نفسك قدام مرايا شايفة فيه هجر فاتكلمي مع هجر عا في كده لو طب اعملون نفسي مع نفسي عموما يعني عشان اه هو ده مش ده مش النقطة اللي حنتكلم فيها دلوقتي بس عموما انا دايما عندي قناعة كده ان اكبر خدنا البنى الادم يقدمها لنفسه ان هو يوقف نفسه قدام مرايا اللي بيسمع مني المصطلح ده في الاول كده ما ببقاش فاهم هو يعني ايه اوقف نفسه قدام مرايا اوقف نفسه قدام مرايا يعني انا بتكلم مع نفسي وبس انا مش ببرر افعالي لحد ولا بدفع عن نفسي قدام حد انا بكلم نفسي انا ونفسي وربنا شاهد فمش هحور ومش هكذب ومش هطلع مبررات منهاش لازمة مش هعمل ده انا بكلم نفسي ليه عشان انا عايز اصلح من نفسي انا ما بحبش عايش دور الضحايا البنى الادم لما يوقف قدام مرايا مع نفسه انا بقول الحياة كاملة لنفسي انا غلطت في ايه انا اتظلمت في ايه انا اتضغط علي في موقف ايه انا تفكيري ما كانش احسن حاجة في الموقف ده تصرفي ما كانش احسن حاجة في الموقف ده فهم انت بالزبط بالزبط كان احساسي ايه ساعتها وكان انا الموقف ده اتظلمت فيه ولا انا بحور على نفسي ولا انا ممكن اكون فيه صورة ظهرة للناس بس هي الحقيقة مش كده انا عارف الحياة من جواي اهو الحقيقة دي بقولها النفسي بقولها النفسي عشان انا عايزة اه يعني ايه اتشافى من اي حاجة جواي مش هعرف اعمل ده غير لما وقف نفسي قدام المرايا طيب قبل المشكلة هاجر انت برافو عليك ان انت بتحب تقفي وعارفة الموضوع ده ان الواحد اكبر خدمة يقدمها لنفسه اني واجه نفسه بسيطة يعني مفيش حد يعرفها كتر من نفسك انت عملت كذا فانت غلطان او انا صرفت كذا فانا غلطان مكانش ازا ما اتصرف كان لازم اتصرف احسن او حشوها كذا لو انت عايزت غير من نفسك اكيد طبعا لو انت عايزت واجه مشاكلك بجد لازم تعمل كده لان زي ما قلت لك دروز الضحية مفيش اسهل منه ومفيش اكتر من اللي هيطبطبع عليك اكيد عادي طيب هجر قدام الناس بتحاول الباني اقوى واحسن ومفيش حاجة خالص حصلت بس في نفس الحتة ان انا ما ببينش مثلا ايه اللي جوية او الزع اللي جوية ده دي مش حاجة انا قصد دريها انا محبش هصدر طاقة سلبية للناس والواحدك ياه مايلو لاق نت فليكس جميل ولاي حاجة والله بس الواحد يلاقبه برضو في لحظات انهيار كتير اوي 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 انا ازعلك الحاجة قولي مهما كنا سندين نفسنا محتاجين نقول ان احنا محتاجين نتكلم محتاجين نعيط محتاجين نسرخ محتاجين نطلع اللي جوانا باي طريقة لان الكابت ده ممكن يخلي الواحد يحصل له حاجة ام مصرختي قبل اي جدا اوه كتير الدايري عندنا هناك اخد مني سريخ وعيات رايح جاي والله العظيم بالعربية اوه لواحدي امهم بعد كده بقى كلمة صحابي احكي لهم بقى يعني بقى احكي لهم كنت بسرخ ليه مش هقول لهم كنتوا بعيدة ام مكين كان عارفينهم بعيدة ام بس بتلاقي في صحابك صحاب حقيقين اه طبعا طبعا يعني هم كانوا كتير كده بقوا كده بس خلاص قفلت بقى الدايرة بقى معتش فيه وقت نتعرف على حد جديد و مفيش حد معلش ان بحس ان مش عارفة معلش فيه حد وقت ان احنا تعرف على حد جديد و انا بحس ان شخصيتي مش احد بيعرف يتعامل معاها هجر الطبعية هي هجر الطبعية اللي بتشوفها على سوشيال ميديا عادي بس فيه حاجات رخمة انا بعملها انا عارفة ان هي رخمة بس غصبا عني مش قد رجع على نفسي ان انا غيرها حاولت و ما قدرتش فصحابي خلاص هم ما فاهمنها لما حد جديد بقى بيجي يخش حياتي و لسه هينطقط حاجة زي كام الهاتف الذي طلقته غير موجود بالخدمة بجدش قادرة دايما بيقوله لما يكون حوالك صحاب كتير وتحصل لك مشكلة او محنة كبيرة بتبتدي تفلتر دايرتك بيبدأ يقع منها ناس كتير حصل عندي مشكلة قبل كده انا مكنتش موجودة يعني كان تجمع وكان اعز في ناس كتير كتير واتحكى قصة علي كل اللي قاعدين صدقوا القصة وقطعوا معايا إلا واحدة رفعت السماعة علي وهي بتعيط قوليلي الحقيقة قوليلي الحقيقة بيقولوا كذا 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 دي الوحيدة اللي منهم اللي بقى يا معايا من كل اللي كانوا موجودين لا والتانيين دول اللي رجعت تكلمتهم تاني عادي وهما رجوا وتكلموني وأنا كأن الشيء لم يكن يعني وانتي عادي عديتي عادي انا بقولك ساعتها الموكف ده عمري ما هنساء هي الوحيدة والموكف ده بس تشهد به مع بنتي ان انا قولها بحكي لها حصل معايا كذا واحدة بس اللي ديتني الحق ان انا دفع على نفسي واحدة بس فيه عايز تسمع وجهة النظر او الحقيقة او السترف التاني ايه القصة من ناحيته حطتها في مكان اعلى من البقين كتير جدا ومهما عملت معاها يعني هي انا كده كده مؤثرة معاها يعني كتير بس هي ورضو من الناس اللي هي عارفاني قوي يعني مش حد على سوشال ميديا خالص مش حدش يعرفها مش حتى صحاب اللي بيزهروا معايا سوشال ميديا لا 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 ولا ايه حاجة بس عارف حقيقة هاجر من جواي كل حقيقة هاجر صحبه جدعا جدا كله بيقول كده بس يعني ما ظنش ان انا اقول كده عن نفسي بس كل الناس بتقولك كده لا لا بس هاجر يعني انا اه جدا 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 ضرورة انا ممكن ايجع على نفسي بسواء الجدعانتي ممكن ادخل نفسي في مشاكل بسواء الجدعانتي مع عنديش ايه مشاكل بس بسي ما معرفش بتتقالع البنات ولا لا بس يعني عموما حتى بقابل نفس كتير مثلا بيحصل بيننا مواقف يقولولي بتعارفة زي ما قالولنا اول كلمة بتتقال عليك يا هاجر زي بنت جدعة فمشترح ده بسمع كتير فالوضح ان انا جدعة في عالميا بس اكيد استوطيتم حد في وقت من الاوقات يعني معرفش اكيد طيب هاجر بيفرق معاكي انتقاد الناس لجي على اي حاجة ايا كانت لا بص مش لأ بس عادي بحب اسمع مش قصدي قصدي مثلا هاجر فيها كذا وكذا وكذا انت عكس ده تماما ده ممكن يأثر فيك سلبيا اللي هو هتدقي او تغديل جوه دايما الكلام السلبي بيأثر فينا اصلا لجوه يعني بيخلينا نرجع وراته لا لو حاجة مش فيها باعد اتحك عليها باعد اتحك وما جاءوا الكلام ده منين وانا عملت ايه اعود اسمع حوالي حصل هي ما تحاوليش تصليها حاجة لا اصلا لو في حاجة اصلا لو في حاجة اصلا ولو في حاجة انت بتعملها صح مش عايفانها غلط كل واحد حر ما بتتأثرش بكلام الناس ما دام لم يضر يعني طالما انا ما دركيش بسبب حاجة غلط ما دركيش فخلاص بعيد عنك عايز اسألك سؤال كده اعتقد يعني انت احسن حد ممكن يجواب عليه انا دايما شفت قدامي كذا حد ناجح وفيه ستات نجحت بعدين ليه دايما بحس ان الست النجحة او اللي بتحاول تنجح او اللي نجحت اصلا ووسطت لبيك معين وحلو جدا عن ناحية التانية بتكون حياتها بايزة خلاص انا عايز اعرف المشكلة ايه الشغل ملوش علاقة مش مكياس خلاص ممكن تبقى بنسبة بس محدش يقدر يجزم النسبة دي قد ايه لو انت نجحة مثلا راجل مثلا يجير من نجاحك نجحت اكتر او بقيت احسن مني مشهورة اكتر او على حسب بقى على حسب وبعدين كلمة شهرة دي انا ما بحبهاش عشان بص الكلمة دي باسمعها اليومين دول كتير بزد في ال underage بقى في معيالي وصحابهم والكلام ده السنة ده عايزة تشهر بأي طريقة ف الحمد لله الحمد لله ربنا رزقني بجزي ملوش في السوشيال ميديو ملوش الكلام ده خالص حبش يتصوار اي حاجة بتشوفها هيا معايا بيبقى غزل عنه بيبقى مجبر بس الحمد لله دي حاجة مريحاني بصراحة بس لا يعني يعني جوزي مش مفيش حد يعرفه مثلا يعني كموا في حتتو في شغله بس لا بيتبسط يعني بيتبسط ان في ناس بتقافوا في الشرع بقى كتير انت وصاجر سلم لينا عليها ومش حارفي اي كده يعني بيقى يعد حكيلي بس لا بيبقى مبسوط يعني لو كان عكس كده معرفش يتقلق كده الجملة حرفيا هو انت مفكرة نفسك جميلة تفكرة نفسك نكحة انت مفكرة نفسك بجد الناس بتحبك انا انا اسمعت الكلام كنت مظلومة ايه ده انا بجد انا ستحبنيش كل الناس بتكذب علي طب ازاي طب ايه ده يعني بجد هقولك الحاجة انا عمري ما كنت اعرف موصفاتي ايه يعني انا معرفش لوني المفضل ايه معرفش معنديش اصلا يعني معنديش اصلا اكلة مفضلة لون مفضل مش عارفة معنديش صفاتي صفاتي الشخصية انا معرفهاش لغاية ما تقيتلي الكلمة دي لغاية ما تقيتلي الكلمة دي بصيت كده ايه ده لأ انا حلوة على فكرة طب لأ ده انا نكحة كمان لا على فكرة اكيد مش كل الناس دي اللي يعرفوني ما يعرفونيش بيكتكذبوا عليهم بيحبونيش لأنا بجد محبوبة فمن هنا بيضاعت ابص بقى على ايه ايه بيا بقى انا عارف هاجر ان انت يعني على سجيتك بتتعاملي وخلص يعني مش مش لازم يحصل موكف اش هتعمل بالشكل او لا قدام مين فهتعمل بالطريقة دي انا هاجر هاجر وبتعامل اه هسألك على حاجة جتي في وقت على نفسك ندمتي عليه يعني ندمتي على الوقت ده انت جيت على نفسك للدرجة دي اه لا لان انا كنت بعمل كده لسبب معين تاني فلا بالعكس انا كنت باجي على نفسي انا عارف ان انا باجي على نفسي بس يستهل ان اجعل نفسي عشان الاشخاص دي بس ممكن بقى حاجات تانية البنى ادم يندم عليها بس انا شايف اصلا فكرة ان ادم اندم ليه ما هو خلاص راح نيجي البعده عدى اندم ليه اللي حصل حصل خلاص يعني دي بقى قولك حتة حوالي الوريبين علي العارفين مشاكلي من جوه عاملة ازاي ممكن يبقوا شايفيني باردة بس لا ايا مش برود هو ممكن يبقى جزء من الرضا ما كانش في ايه دي حاجة غيرها هو كان مكتوب يحصل كده وحصل كده هنحل المشكلة دي ازاي بقى افكر بقى في حل المشكلة ازاي عديت عقابة كتير في حياتي جنتي ما بحسش ان انا عملت كده غير لما بنقعد نتكلم مثلا نتكلم مع حد او راجع حاجات قديمة كده بحس ان انا اه ايه ده ايه ده انا عملت كل ده ما عاربش ازاي اصلا ما تعافش ازاي عديتي كل ده اه ولا امت ولا حصل ازاي لا 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 ما عاربش ما عاربش سنين دي اصلا عديت ازاي كده بس يعني الحمد لله انا بتفتكري ده بتفرح ان انت عديتي بكل ده صحا او بس عايز اخلص بقى عايز اخلص بس كويس انك عديتي سليمة هاجر قعدة قدامي وبتتكلم لا بصم انا اقولك هلا حاجة انا عديتي سليمة اوكي اه بس جي في وقت انا وقعت وقعت ده كان عوامل اللي انا اضغطت نفسي بها السنين اللي فاتت كلها يعني بان علي مش مبانش بس الحمد لله برضو فترة وتخططها يعني الحمد لله ده يعني بيقول ان المشاكل السلبية اللي بتحصل لنا والكلام اللي اسمعناها اللي اصر فينا والكلام اللي كسرنا ورد اصره ما يبانش في ساعتها يبان بعدين ويفضل يكسر فينا حتة حتة بس يعني كلام كتير او تفكير كتير او كده لا هو انا اكتر حاجة بس ان اللي انا مريت بيه كله اللي انا ضغطت نفسي بيه فيه يعني المواضيع وزي ما بقولك كنت برده وبعادي يلا اللي بعده وعادي جدا ومصايب وانزل اشتغل كل ده جي في الاخر على صحيتي بس مش اكتر دي اكتر حاجة اتأثر يعني صحيتي لما بقى خانتني دي كانت مجد فيش حاجة تخضيتي طبعا على نفسك بيش حاجة بتتعمل تخذي على عيالي عن عيالي عندي كله وبينتساهم اسمهم ايه ماري ماشي في الوربعتاشر سنة وزياد ماشي في الاثناشر سنة ما شاء الله واطفالك عندك ايه عندي ايه اهم ام انا يعني مش عندي ايه هما مش في درجة اصلا يعني هما انا عملت حاجة كتير عشان هم جدا تخير حاجة كتير تبني ان هما يبقوا بيحسوها متأكد ان هما بيحسوها ام دايما الست اللي بيكون عندها اطفال وتنفصل زي ما قلت موضوع العيلة ده بيكون ليهم تدخلات صعبة شوية بص مش عارفة بس يعني هما بدقين كده موضوع الانفصال عندنا في العيلة ده مش موجود ده مش موجود انا اول واحدة واخر واحدة ان شاء الله يعني يعني على طول ماما بابا يقعد يقوله ايه احنا جوزنا جوزنا صورة مفيش طلاق يعني انا مالي انا مالي انا مش زي فلانة تستحمل انا مش هقدر يعني فاهمني كل واحد عنده قدر التحمل انا مش مش قادرة تحمل خلاص مش قادرة وبرضو عندنا يعني يعني انا في العيل عندنا جول سوشيال ميديا والناس كلام ده انا الوحيدة برضو اللي كده يعني فاهم حالة يعني في العيل انا اصلا بورسعيد وجوزت عاشت في سماعليا بس لما انفصلت كان مدارس عيالي خلاص في سماعليا بيتي في سماعليا المين الصالون بتاعي في سماعليا كل حاجة حياتي كلها فما اقدرش ارجع كان فيه في وقت من الاوقات كده وانا بطلب الانفصل اتهددت اتهددت كده ايه انتي لو طلقتي هترجعي بورسعيد تانية تعودي معاني بتقوله منهم اوه هيبقى موته خرام ديار والله لا لا بس اقول لك على حاجة انا بابا ربنا يخليلي بي ما اعلم ممكن ان هو اول مرة يسمع الكلام ده بس هو انا بحسه بياخد رأيي في حاجات كتير يعني انا اصغر واحدة في اخواتي بس اول واحدة جوزت فيهم فلما كان بحصل ايه مشكلة كان بابا يتكلمني فهو بياخد رأيي يعني حتى في مشاكلي يعني ممكن يكون ما مكنش اتفق انا وماما ايه وماما مش اتفق انا وانت في مشاكلي ماما وبابا اللي بيسمعني اكتر بابا بيسمعني طب انت عايزة ايه طب انا اقول ايه طب انت شايفة ايه كده ماما لا ماما لا ماما بتقصر الكلام معي عشان في الاخر هيدي النقاص لخناق طب قوليلي مين اكتر حد عندك في العيلة الماشاء الله الكبيرة بتاعتك وقف جنبك اه لا يعني بابا اكيد وماما اكيد اخوي يعني بس يعني برغم من اخوي قريب ليا جدا جدا احنا تات بنات وولد يعني عبحس انا انا هو اقرب اتنين لبعا اه في الاخوات يعني بس ما كنتش بحب اقول له على مشاكل بخاف عليه قوي بخاف يدخل في مشكلة بسببي او كده فبعد ما يخلص الحوار رحكي له مش عارش ايه كده يعني وهو برضو نفسك كان بيعمل كده برضو بس وفي اه لا خلته بنات خلاتي عندي بنت خلاتي انا من غيرها ما كنتش بقاعدة معاك دلوقتي بنتكلم كده وانت عارفني اصلا بجد ما شاء الله حلو ان يبقى في حد في حياتك بجد سندك السند دي كل ما صعب ايه على فكرة سند دي لما بيتميلي بتلاقي حد وقف في ضغرك سندك مستحيل تميلي سندك وقف على رجلك فالناس دي يتعمل لها كتير بصراحة يعني مرهج قوي ما بتقعد برضو سنين ماهو الناس اللي حواليك برضو عندهم حياتهم اكيد يعني فمرهج قوي انت تقعدين في سند نفسك ما عندكش رفاقية الانهيار بجد ما كنتش فهمك كلمة دي انا ما عنديش رفاقية الانهيار انا ما عنديش وقت انا عندي معايد عرايس عندي عيالي رجعي من المدرسة عندي جوزي عايز اطبخ له رجع من الشغل ما فيش رفاقية الانهيار مش موجودة بس اليومين درب نهار عادي اليومين دول اه يعني الفترة دي عادي مساعة ما اتجوز سباب نهار عادي جوزي موجود عادي اه في حد يشيل معاك اه الحمد لله عشان كده وقليك عاديتي بفترة صعبة قوي موضوع الانفصال ومعاكي بنت بحس ان هو صعب على ستات كتير هو ولد برضا بحس ان بيركزوا في الموضوع دي اولا موضوع الانفصال عموما صعب يعني يعني انا صحابي مثلا او اي حد يعني عارف جيك كلمة على الطلاق مش فكروين مطوعة اه موضوع مش سهل خالص خالص يعني هو دي حاجة يعني مش احور فيه مش احور فيه بس فعلا لو ما فيش شغل لا ما تتطلقيش ما تتطلقيش عشان كده بيقولك ستة التقوى بالشغل ايه المشكلة مقوى ايه المشكلة مقوى بنا عايش مزلولة طيب معايك عايش مزلولة معايك عشان معايش ان انا لو الطلاط منك اصرف على نفسي مقوى عادي مش تغل وقوى ايه المشكلة ما بحبش كلمة ستة التقوى بالفلوس وبالشغل ايه المشكلة مما تقوى اما دايما بيقولوا الستة لو مسكت فلوسها بأديها الرجل ملوش لازمة مش مالوش لازمة بقى الراجل بقى ياخد باله من تصرفاته بقى ياخد باله من تصرفاته فساعتها هتبقى الفلوس مش فرقة وابقول لك امشي صح يحترع ديوك فيك انت دلوقتي ماشي صح وانا معايا فلوس مفيش مشاكل ما الفلوس كده كده موجودة فلوس كده كده موجودة انتا بقول لو ماشي غلط وانا معايا فلوس انا من عارس حياتي بقى يعني فهziel الفلوس مش هي المقياس ليه بنبص على الفلوس هي مسكة فلوس ده الحمد لله انا مسكت الفلوس الحمد لله الحمد لله انا باشتغل مكنش باشتغل كان ايه اللي هيحصل تعايش مزلولة زي ما كتير قوي مش بتكلم عن نفسي بتكلم عموما من الحالات اللي بشوفها زي اللي نتكلم عليها اللي هو اه لا عايشة مزلولة عشان انا مش هقدر اتطلق عشان خاطر هروح فين هروح فين هصرف مين ايه اللي يضايقك بقى لو انا معاي فلوس عشان كده من بيقولون الست لازم تكون ملكة اموالها ملكة اموالها عشان احنا بشار انا موضوع الشغل ده اصلا جمعي بالصدفة انا ولا كان حلمة بقى ميجا بقى ارتست ولا كان حلمة اي حاجة ولا كان لها احلامة اصلا لا كان لها احلامة اصلا لا انا عايز اعرف طب بص انا لغاية اه ما دخلت اعدادي وانا كان اشتطلق مدارست انجليزي معرفش ازاي بس كان فيه مدارست انجليز في الديني بجد كنت بقى عشانها بحبها اوي فمن كنت بقى انا بحبها كنت عايزة بقى زيها حلو لغاية بعد كده فيما فوق بقى كنت عايزة بقى مغنية طب بجد بحراش لأ بجد انا وكنت بطلع غني في مسابقاته انا لفترة لكن انجليزي بعد كده الميكب لأ مش في دماغي يعني بحب الميكب عادي بحط ميكب كتير واحنا البنات البورس عادية يعني تحسينا حب نحط ميكب روشين بقى او روشين بص حابي واخواتي ومش عارف ايه وكده عادي يعني بس بعد كده جده بصت لقيت نفسي هاجر نتوالي ميكب اروس اي مين انا هاجر بس انا الميكب بالنسبالي هوية مش شغل مش بيزنس خالص ولما الموضع بيقلب بيزنس بتخنيق جدا جدا بتحب شغلك جدا عشان هوية بحب الميكب مش بحب شغلي عشان تفرق انا بحب الميكب الميكب بالنسبالي مش شغل الميكب هوية انتي بعد ما انفصلتي اصلا خلاص دايما طبعا في الوقت ده بيكون يعني طبعا عند الناس الفهمة يعني سلامت اطفالك النفسية دي تكون اهم حاجة انا انفصلت عشان سلامت اطفالي النفسية وفي اول الكلام لما قلتلي جيتي على نفسك انا جيت على نفسي عشان نخطر عياتي لان اول كلمة بص هقولك على حاجة ساعة موضوع الطلاق وده يعني العلاقة دي انا عايزة ما نتكلمش بقى اكلمني عن جوزي بقى حبيبي دلوقتي ما اكلمنيش على قديم دي اخر حاجة هقولها لك في الموضوع ده اوكي لما حد بياخد قرار الطلاق هو بيبقى مفكر فيه مئة مرة ويويوي مهما كنت متأكد لما بيحصل حصلك زبزبة ايه هو ايه اللي حصل هو انا اخدت الكرار الصح اخدت الكرار الغلط مش عارقة تفضل ترجح طبعا طبعا واكاد اكزم بالموضوع ده ان انت هتميل ان ده القرار غلط ليه بالذات لو انت قعدت انا قعدت مجوز عشر سنين عشر سنين وولاية دك السنين دي كلها حرام ده انتم مش عارفة كنتوا ايه ده انتم مش عارفة ايه فبتميل ان قرارك ده يبقى غلط قرارك ما اخدته غلط فممكن تتركح تاخد على قفاك وتقوم راح بتطلق تين بس ما اخفتيش بقى تكراري الموضوع مرة تاني اه ما كانتش في المال اصلا اصلا خالص اه كنت لها بقول لها اجوز ليه وكان كل حوالها اصلا مش عايزين نتجوز كل حوالها مش عايزين نتجوز دايما بحاس الموضوع ده الست اللي بتطلق خصوة انا ما عندها اطفال جواز جواز لأ انا اتجوز ليه راجل تاني راجل تاني تحاسي مجالة كنت طيب طيب واحد كل الرجال هتموتها وكل الرجال هتخنقها لا انا كان بيتقالي انتي يعني الناس رايبة مني شافوا مثلا مشايكل بقى اللي انا كنت فيها والحوارات ومش عندنا بس اي اتنين بالطلق يحصل كده هو انت محتاجة اي يعني عندك البزنس بتاعك عندك فلوسك عندك بيتك عندك شغلك عندك عندك عربيتك عندك 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 لا انا كنت محتاجة حاجة واحدة بس ما كنتش عارفة حق الاستقرار انا كنت عايزة اعيش في بيت مستقر اعمل لعيالي بيئة مستقرة اب وام واطفال ده اللي انا كنت عايزة قصة ان انا متاحة على طول للشغل متاحة على طول لصحابي متاحة على طول لأي حاجة لا انا ما بحبش عيش العيشة دي بحب عندي التزامات وعندي مسئوليات وعندي وعندي كيف يعمل قصدي ما خفتيش من الخطوة يعني انتي لا انا ما بكوتش بخططها يعني انا جيت كده معرشيت كده ازاي احنا كلنا حاسينها جات جات على غافلة نمنا صحينا هاجر مخطوة سينا كنت قيلة ان لا 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 جاوز وكلنا بنقول كده كلنا بنقول كده لا 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 اجاوز زاي ولا مش هتجاوز ولا مش عارش في كده كده قبل ما نبدأ الحلقة سألت حد كده طول انا جاية معايا هاجر متولي فقالتلي هي بنت قايت لنا هاسأل اسؤال فهي السؤال ده جاية من نهاية هو بصراحة انا قلت لك ازا حد ان الجاي فتلاقي الناس لقوا فرصة كده فقط طبعا اسألها لنا اسألها لنا اسألها فانا هي سألت سؤال يعني ازاي بعد ازمة كنت فيها وصقتي في حد تاني وإيه اللي كان ناقص كمل اللي كان ناقص وكمل هو البيت والاستقرار يعني ده اللي كان ناقص وكمل الحمد لله ازاي وصقت حبيته ازاي وصق يعني ما هو الفكرة ان احمد جوزي انا عرفاها يعني هو اخو انتمتي فانا بقالي سنين عرفه هو بقالي سنين يعرفني وانا كنت متجوزة وهو كان مصاحب ليه لا ساعتك وعادي جدا بس كنت بشوفه صدفة يعني صدفة تقولي دور كده وانا في البيت عند شيرين والهي اخته يعني صدفة نروح الساحل فنتقابل هناك كده يعني جروب يعني كبير فانا عرفاك شخصيا اخو صاحبتي بس لا اكتر ولا اقل يعني لغاية ما حصل عندي مشكلة وانا اضطريت اعود عند شيرين فيها شهر اول اطول من كده وديت ولادي عند ماما برسعين وفي بيتي بيتي عشاندي بيت اعودت فيها حضر انتقر اه اه اعدت عند شيرين واصلا طول الوقت انا وشرين مع بعض لارجة الناس على سوشيال ميديا كان فاكور انحنا عايشين مع بعض شيرين مامتها بتسافر امريكا وبتركع ليه حماية حبيبتي اوكي حماية حبيبتي وعطي اتعاديني ضروري عشان او راحك تدي بص فهي دايما كان تسافر امريكا فعشرين اعدى لوحدها في البيت وانا اعدى لوحدة برضو انا وعيالي يعني في البيت فيا اما هي عندي يا اما انا عندها فجي في وقت حصل عندي مشكلة في بيتي فوديت العيل والناني عند ماما برسعين وانا قعدت مع عشرين في البيت احمد مش متواجد في البيت بس بيجو صدف كده يعني فكنت اشوفه صدف كده في الكردور زين بقولك مثلا ممكن تصادف مثلا نجيب اكل مثلا ناكل مع بعض انا وعشرين حاجة كده فكوني منعنا نتكلم هو برضو عايش عندي اي حاجة غير ان انا هاجر متوالي اه هاجر متوالي وعارف الناس كلها عارفاها هي انت متواختي صاحبت اختي معارفش اكتر من كده يعني هاجر متوالي صاحبت اختي وهي معروفة بس ده اللي عرف لكن طبعا لما يعني دخلنا في الموضوع وبالذات لما الناس اتدت تعرف يعني لأ عارف حاجة كده يا حضرتك الناس كلها بدأت تطلع اللي فعل بقى عنها هاجر يعني بس ف الفترة دي اللي حصل في المشكلة هو كان موجود وهو يعني ممكن اقدر اقول لك ممكن اي حد يقول ان هو مسلا بيرميها مسلا يعني هو قف جنبي في المشكلة لأ انا لقيت البناء ادم ده ده بيعمل كامعة كل الناس ايه ده في ايه بيحدك كده يتقى اللي عندك دي انا مش قادرة انا بقول الحمد لله مسئليتي وخلاص لكن هو لقيته لأ يعني اي حد بيحتاجه بيجري عليه على طول وشايل مسئولة الناس كتير وحاجة كده فهي هي دي المشكلة اللي حصلت فبدأ يبقى فيه الكلامة بيننا شوية كده برضو ما فيش حاجة واضحة ما فيش حاجة صريحة ما فيش اي حاجة لغاية اتعرف بقى بقى هنا انا مكانش عرقم تليفونه حتى لغاية ما بدأنا نتكلم كده مع بقى بقى معايا رقم تليفونه بقى فدي الفترة اللي عادنا اتكلمنا فيها كتير عشان المشاكل دي كان هو الوقف عني لان انا في اسماعيلية يعني اهلي مش موجودين ولا اخوي فهو كان موجود معايا في الفترة دي مش عايز انكر اي حد تاني يوقف معايا بس انا ما اتكلم عايش على حمد دلوقتي يا جماعة المهم بدأنا نتكلم مع بعض وبتاع بدأت احس بقى بقى المكلمات اتخذت مجرى بقى ايه كلت يا نمت يا اه اه وكلت اه اه وكلت اه حايزين فهم لغاية بدأت احس كده لأ يعني البنت مهما بيانتلك ان هي مش مش فهم تصرفاتك او انت انفكر نفسك ان انت زكي يعني وبتاع وبتعمل حركات وان هي مش غضر لأ هي فهمة هي فهمة كويس جدا فبتحس في حاجات كده طبعا اول روح صاحباتي رحت لجريين شرين على طول جريت عليها شرين بقول ليك هو في ايه بالزبط حسن اخوكي كده قالت له جد والله حسيم طب يلا يلا يا بنت يلا يا بنت يلا يا بنت يلا يا بنت فمش بس هو هو كلوضة كده فكنا اه لأ في حاجة دانية فذكرتها كنت انا وشرين والجروب بتاعنا وانت في الس preset العادة في امريكا احنا كلنا بنخاف من ماما تشرين اللي يه حمايت حبيبيبت دين نحن اوكي فايه ايه اه جت تعليمات من امريكا من ماما تشرين بص هقولك انا وصحابي اللي هم القريبين انا حصل عندي مشكلة حصل عندهم كلهم حصل عندي مشكلة فحصل عندنا كلنا كلنا في عندنا حالة حداد كلنا فيه فيه مصيبة عندنا كلنا لانهما غلابين احنا كل المصارب من اوقفها مشترك كده. كناش منروح في حتة من غير بعض. فاهم? فاكم نخرج كتير. فجاء تعليمات من امريكا مفيش خروج ومفيش 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 نمين? للشرين. طب ما للشرين لو قاعدت في البيت احنا كلنا هنقضت في البيت برضو على فكرة ايه. هنروحش في حتة من غير بعض خالص. طب خلاص? ما بنروحش في حتة. افا ها 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 مققة ايه? يا اما لو عايزين تخرج او تسافر او حاجة اخوشين معاكم. يا اخوشين بقى ده بقى. مترتبة دي ولا ايه بقى? لا 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 خالص مش مترتبة خالص. دمامتها. اه ما بتقناش كلنا اصلا. عشان تقول كنت مترتبة. اشكت. احنا كلنا بنخاف منا واحنا اصحاب شرين بس. يعني مفاهم? في ايه? اه فا كده كده الدنيا بايزة. بقى كده كلنا مع بعض. فبال ايه وره اخوشيني ايجي معانا. بس موامتها كلمتني حتى اه من امريكا بتقالت لقى حورات بقى كتير بقى. لقى ومفيش مرواحة ومفيش ميجيه والكلام ده عليكم انت كمان خافنا جدا. ماشي علينا احنا كمان عادي. المشكلة اه يا ام احمد مع كونت احمد بيضايقكو في حاجة? لا يا ماما. هو زي اخوكو المشكلة ما بيضايقكوش في حاجة وانتو خارجين بتخرجوا كلكو جروب. في عادي. طب ماشي. دي كنت تلجيب بيننا. كده اتجاوزتو بقى. بس بدي الفترة بقى اللي بقينا ايه فيها كده بقى بنتكلم كتير ومش عارفة ايه وبتاع. وبعد كده بقى اه اه المكالمات بقى اخدت مجرة ايه? نمتي كلتي شربتي روحتي اشتغلتي اه وعملت كل ده نعم. فا اه انا يعني مش قادرة بقى. مش قادرة. مش قادرة العلاقات مش مفهومة. مش قادرة مش في طريق مش باين له نهاية. ما عادة بقى مع نفسي بقى مرايحة دماغي. بقولك ايه احنا كده مرتبطين. قال لي ايه? او احمد كل الحاجة لازم اكررها مرتين. ويفكر في الايجابة غالبا. تصدى الاستخداء بالي الموضوعنا دلوقتي. بيدي نفس الفرصة? او بيدي نفس الفرصة الاجابة. قال لي قلت له احنا كم مرتبطين يعني. ام قال لي يعني ادينا بنشوف. قلت له يعني ادينا بنشوف الدنيا هتمشوا? لا. مرتبطين ولا? اه? يعني احنا مرتبطين وهنشوف الدنيا هتمشي ولا? لا. انت عادة الغريب. يعني فاهمني? ما كانش متاح ان انا وهو مسلا ننزل لوحدنا نقضي وقت نتكلم مع بقى. لا. هو ميت حد هيشوفني وميت حد هيعرفني يعني. فما كانش متاح بالنسباني ان انا اعمل حاجة زي كده فده فكنا بنخرج في جروب. فغير كده ما كانش ينفع. حتى بقى الجروب بقينا بينين جوا ان دول قبل. فانا دي برضو ما كانتش مريحاني. لا فاعرفني بقى. يعني الشبهة دي في الاخر هترسى علي احنا مرتبطين ولا الشبهة. بس فهو ما كانش لسه يعيني تعود على على اسئلتي الصريحة يعني. بس بعد كده بس اللي دين هنشوف الدنيا فين. انتو طب مش هزا. بس وفضلنا شوفنا الدنيا فين. فضل بقى شايف الدنيا هتروح لفين كتير بقى. اخد وقت. مش كتير قوي برضو على فكرة. بس انا لمعرفش يعني انا مش زي ما قلت لك معنديش اه معنديش امكانية ان انا يعني سوريا صاحب يعني واروح واجه ومطلقة كمان. ام. ومع عيال كمان. فالموضوع كان على المداري كده عشان شرين. ام. هنطول. عشان. تمام. فايه اه اددت بقى صد ما تانية. بسؤال تاني بقى. خلاص بقى شوفنا الدنيا بقيت فين وبص. الدنيا ماشية ايه? مش قادر اقول لك. خلاص جمال. بص عصافير كناريا. طبعا انا برضو انا كنت اي لا ايام ما كان كنا في بداية الكلام ان هو اخو شرين بس بنتكلم. ما كنت قادة عن شرين كده شوية ممكن انا بنتكلم. لا 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 جواز ايه? كان هو بيسمع كلام طبعا عني برا. ام. بس ما 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 يعرفش غير ان انا صاحبة شرين. ففي الفترة دي كان يسألني مسلا ده انا صحي المشكلة بتاعت مش عارف ايه? المشكلة مش عارف ايه. وانا اتكلم بقى مع راش انا هتجوز بالاخر. اصلا. انا لأ مش اقول خلاص رجعت في روحة. كان من اللي انت اقول اي حاجة الشينافس اللي المكنت. اقول بلا هو كمان كان بيقول لي انه مش عايزة تجوز. مش عايزة تجوز. ام. وانا برضو بقول مش عايزة تجوز. تقيلة طبعا. اه اه. كان ساعيتها مقتنع بكده. كان ساعيتها مش عايزة تجوز يعني. وكل حالة اولها تتجوز بس بعد كده اه رحنا بقى ايه? اه لغاية بقى ما مشينا عادنا شوية في بنشوف دي اللي هي اللي هو قالها. بعد كده روحت قلت له بقى. واحنا مش نتجوز. قال لي ايه? بتعايز تتجوزي? قلت له نعم. احنا هنبدأ ما يدينها نشوف. لا اكيد يبقى فيه جوازي. يعني خلاص. الناس بدأت اخو بقى. يعني اقول لك على حاجة. كان فرح بنت خالتي. وكان آآ شيرين فيه واحمد فيه وعيلتي كلها فيه. والفرح كان في اسمها اللي. آآ واحمد ظهر في الستوريز عندي كتير. ظهر في الستوريز و احنا بنورق الصور مع اخويا. لسه تسقل طبعا. لأ مش موضوع. غير الناس سألت الناس. هاجر ده اقرب لك ايه? اه. هاجر اتجوزي. هاجر لو محلل ليكي اتجوزي. هاجر مش عارف ايه. كانوا اول مرة يشوفوه. مم. وكل الناس لنكت ان ده لقى عليكي. انا لسه معايز سكرينشوت الحاجات دي لغاية ده لقى. فاكرة بالزبط المسج دي. هاجر لو محلل ليكي احنا ما هو فرح عيلة. مش عارفين ده مين. لو محلل ليكي اه اتجوزي. فتجوز بقى. بس. وبعدين? بعد كده ام نادي شرين يا شرين ايه. هاجر بتقول لي انا. الحقيقة هاجر عاست تجوزني. اه هاجر عاست تجوز. هاجر بتقول نتجوز. ام تقيت له اه ما تتجوزه. بقى كنا بقالنا فترة بقى نتكلم. برضه بفضل مش كتير يعني شهور قلي من سنة بصراحة. بس منزلكة كتير. بقى? فقيت له اه ما مش ريتجوز. اما رجع بظهر اللورة كده. طه. خلاص نتجوز. يا مدام الموضوع عاجبك قوي كده فنتجوز يا مان. نتجوز بس. بكاسمنا بعض. نعم. بكاسمنا بعض. انت قلت يايه? خاسمنا صوتش كويس. بكاسمنا بعض. لا يعني بعد كده اسمنا بعض اه. بس الريكال جانة تاني. وتجوزنا بعض. ما شاء الله. بس انا بعض حبز غنانة. العادي. اه. اختلاف. كت حتت بقى ايه. اه الناس اللي حواليك بقى عمالين يلعبوا بقى. اه. كله كان معترض ان اتجوز. انت مش هو. اه. لا او هو من ناحيته برضه كانوا برضو معترضين ان هو يتجوزنا. اه. بغض النظر ان هو ما اتجوزت قبل كده اصلا. اه اكيد طبعا مطلقة وعندك اطفال. مع العلم ان انا 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 مش عارفة انا بحس بكل موضوع عادي فيها ايه عادي. بس بعد كده ردود افعال الناس هيا اللي بتحسنين لأ مش عادي على فكرة. انا كان من عندي انا اه لا ما يعني ما تتجوزيش لان انت اه جواز تاني ورجالها تاني انت مش محتاجة رجل ومش عارف ايه الكلام ده. اه من ناحيته هو لأ هجر كشخص لأ. هجر اصلا. اه هجر اصلا لأ. اه. هجر اصلا لأ. معرفش ممكن مثلا انا ست موجودة زي ما بيقولوا كده في السوق موجودة. مم. موجودة في السوق لتعملات لعندي مشاكل عندي 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 مسؤوليات عندي حياة كتيرة اوي. شيلة تقيلة اوي. خجر زحمة. اه شيلة تقيلة. شيلة تقيلة يعني. مم. وكلمة شيلة تقيلة دي عشان هي بس يعني كانت حصل اما تحصل اي مشكلة كده واجي اوسيء او حاجة او المشكلة بتاعتي. هو قايف فيها يقولي انا اخدت الشيلة على بعضها. انا اخدت الشيلة على بعضها زي ما هي. فهي كانت الشيلة تقيلة فعلا. فكان كله مخوفه من الشيلة. بس يعني اده وقدود والله احب قلب. بنا يخلوه لنا. انا بقى عايز اسألك سؤال. ففرحك. بنتك وابنك لما اكل فرح. عملتها ازاي? هقولك. اه قلتلك ان عايشت انا وعيالي لوحدنا. مم. كتير يعني. حبة حلوين يعني. فانا بتعملش مع عيالي ام عيالي. مش مش قادرة اصلا بتعمل ان ام عيالي. فمتاع احنا مع بعض كده عايشين في البيت ايه? حبايب. انا حبايب في البيت مع بعض. مشيلي ومشيلك. يعني فان مشي لبعض. فعيالي كانوا كانوا صغيرين برضو يعني هما كانوا صغيرين بس انا كنت با هما عارفين يعني ان انا بابي ما عادش موجود خلاص. ايه بابي ما عادش موجود دي? بابي يعني مش موجود معانا في البيت يعني. فالبنات مسلا اكتر يعني ماريام مسلا هي اللي كانت دول اطفال اصل اسئلتهم بتطلع منا الكلام. يعني هما اللي ساعدوني اصلا ان هما عارفين. هما عارفين من بدري يعني. وماريام من اللي لقطت وعرفت الشخصية بالزبط. هقول لك دلوقتي. اه بوحدة قربتين مش هقول قربتين من الزبط. يعني اه الصفا يعني في العلاة ايه? هما ما يعرفوا لوح اهم. اه اه انا لما انفصلت قاعدت اقول مش هتجوز بتطلعوني وانا مش هتجوز تهاني. مش عارفة من جيت قايت لي ايه? اياكي. وتقولي مش هتجوز تاني. حتى لو انتش تعمليش ده ايه? ساكت ارماله مش متلقه. فعشان انا فضلت اقول مش هتجوز مش هتجوز مش هتجوز. وساعة لما بقيت عايز اتجوز بقى فيه حد مناسب. قالوا لي لا مش هتجوز. تحدي فعيلتي يعني. في اياك اسمعك تقولي الكلمة دي تاني. حتى لو انتش تتجوزي بعد كده. مش. فبدأت اقول لهم ده انا هتجوز وهتجوز. وانا في النقبل هتجوز انا عايز هتجوز دلوقتي اصلا. فبدأت اقول لهم لا ده انا هتجوز مش عارف يو كده فماريان بنت مش عارفها كي بتسقلني سؤال ايه فابا اه هتجوز هتو بقى عرز الله او هنعمل فرح ومش عارف ايه كده. فكانوا يعودوا يسقولي طب اسمه ايه? طب شكله ايه? طب مش عارف ايقول لهم لا مفاجأة. لا مش هقول لا مش عارف ايه كده. لغاية ما يعني انا جوزي كل الناس بتقولون ايك نيه معاين دلع كده. انا الوحيدة اللي بقول له احمد. فما قلت له مش اي معلومات عنه. وهم عارفين وها من قبل ما نحضر للفرح من قبل الكلام ده يعني. ومن قبل ما اقول له بابا يعني. وهم عارفين. اه فقلت لهم. فوانا طب اه ماردوش اقول لهم اي معلومات عنه غير اسمه احمد. فطب تمام وخلاص اش عارف ايه معي. فيديوهات لي وما احنا بنتناقش المواضع ده. اه فبعدها اه بتكلم في حاجة برا سيكون موضوع بعدها بفترة بعدها باي حاجة. فبقول احمد مش عارف ايه كزا 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 كزا. واحمد ده هو الاسم اللي يكنيه من الكل الناس يقول عليه. فهي لقيتني بقول عليه احمد. لقيتها بتقول لي على فكرة انا عرفت مين. قلت لها مين. قمت قالت لي كزا. قلت لها شمان عرفت من ايه. قمت قالت لي عشان انت بتقول له احمد. كلهم بقول له كزا وانت بتقول له يا احمد. انت بحيدة اللي بتقول يا احمد. هون انت بحيدة اللي بتقول يا احمد. هون انت بحيدة بتقول يا احمد وانت بتقول. اه اللي عمش سنين برضه. ركزت للدرجة. ركزت للدرجة دي فعلا انجبت والظهر. ركزت تبتل مني. فقدمنا بقى نحضر الفرح مع بعض. يعني حتى تحضيرات الفرح كابنتي معي. هل تنزل معي المال نشتري كل حاجة هل تنزل معي كل حاجة. يعني خلاص بدأنا بقى ننزل نخرج مع بعض ونشوف بعض والكلام ده والنعم مشاوير مع بعض والكلام ده. بعد كده آآ يوم الفرح آآ احنا جايين نتبسط. النهاردة احنا عاملين بارتي نتبسط يعني او حد محرش يعني كانوا قالوا لي يعني اخدهمش اخدهمش ليه يعني ايه ماخدهمش? ليه? ليه ماخدهمش? احنا هنقضي وقت كويس فانا عيالي معي لان هم عيالي كده كده معي. هم كده كده معي فليه مش يبقوا معي في اللقطة دي. لا عيالي موجودين معي. ده انا كنت عايز نزله بيهم كمان لوحدي. بس مرضتش بقى قلت حرام الراجل او مرا يتجوز باش نزله بالاتنين عالكوشة. بس. بعد كده احتى اتفق معاهم. احنا النهاردة هنتبسط ولا هنتخانق مع بعض ولا نزعل من بعض ولا اي حية ونقضي الوقت ورقص وفرح ومش عارفه كده طب مش تمام. زياد ابني اه يعني مش هادي بس يعني تحس بس قيل شوية. مع ان كل ناس حبه شايفه لطيف كده كده بس هو تقليف تصرفاته الكواسة. اليوم ده بجد بنا ادم تاني بالنسبة لي. طلع كل مشاعره مش قادر اقولك او مرة شوفه بيرقص اصلا كده وبيعمل كده وجد وانا وانا في الانترو بتاع الفرح لقيته جاي بيجري علي ويحضنني واماخد بعض وماشي يعني معرفش يا برضو حقارقة طلعت منه تلقائية كده باهم. بنتي ماريان بقى امرت الاحزان. بوزها لقد كده. بنتها بتتجوز. بنتي بقى ايش عادر اقولك. اصلا. وبعدين انت عارف بقى لقطة بقى ايه. مامي بقى بتتجوز والناس بقى ايه. بتتجوز. اما تشيرين اغنائي. اما انت بتاعتي ليه? انت بقى لك ستة شور بتقول له يا بابي. انت كده دلوقتي اتعياتي ما تفرح تفرج علينا الناس. وده بجد يعني هو من يوم الخطوبة ويوم بيقول له بابي خلاص يعني. اه لان هو بابام كان مسافر فما بيقولوش الكلمة لحد. يعني ممكن برضو دي دي مشكلة برضو يعني. في في لقطة هنا ليه قولوا بابي. بيلوموا ان ليه قولوا بابي لزوج الام. احيانا كتير. لو الاب مش متواجد حاليا. تمام? لان كان ايه السبب? عائلة بيعودوا في مجتمعات. بيسمعوا بابا جاب لي بابي يوداني بابي يعملني بابي يصفرني. انا محتاجين يقولوها. محتاجين يقولوها. محتاجيني هنا دوها. فمش كلمة هي. هي هي يعني مش كلمة اللي هتأثر على اي علاقة او 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 او. انا عيالي كانوا محتاجين بابي دي يبقى موجود في حياتهم. الحمد لله يا ربناك كرامي. اصلا وجود الاب في حيات يعني في البيت نفسه حاجة. اه طبعا. طبعا. يعني حتى انا معاهم اتغيرت في وجود الاب. اتغيرت في وجود الاب. اضغيرت الحاجة اه قب دي مش كلمة. اكيد. نعم مشاعر. اللي بيعرف اللي بيعرف يدي المشاعر دي بيبقى ابوب على طول. يعني اقول لك الحاجة. انشرت المشاعر باتي. انشرت المشاعر المشاعر. اللي عرف يشير مسئولية الاطفال. دي اسعب حاجة. اللي يتحبيتهم. مه. فهو اكيد بيحبوهم واكيد عايز اديهم من عنده. فانت كده اه دي اه هنا بتدينا المشاعر بس اما توقع تعرف تحمس وليه الاول توقع تعرف تدي مشاعر عشان الاب مش مشاعر بس لا اكيد اي اب في الدنيا بيحب عياله اي اب في الدنيا مين ينكر ده ما عنديش مفيش مشكلة بدا تمان سالان تقدم مسؤوليا انا شفتك انتي وجوزك مرة هي مرة واحدة بس كنتي نزلة القتال وهو كان معاك هلحز تحكي ايه انا كنت وراءة بينك شوية انهي قتال وانهي انهي فين كنتي نزلة عند عروسة اه بس نظرته ليكي او تعامله معاكي انتي بنته بقى مش منظر مراته خالص بص اقولك على حاجة انا قلتلك ان انا وحمد سبنا بعض الفترة كده وارجعنا تاني امتى بقى قلت لأ هو ده هو ده من حاجة او كلمة تقال الفترة اللي احنا سبنا بعض فيها اه حصل حاجة كده مفروض ان هي زعاريته مني وخلاص احنا اتجانة البعض تاني هو مكانش يعرف الحاجة ادي بعرفها بعد ما اتجانة بيومين بعد ما اتجانة بيومين اللي هو يا لهوي ممى صدقت بقى خلاص بقى الامور هدمش بقى نزلت العربية نزلت تركيبته معانا العربية السنة احنا هنسيب بعد خلاص عمال بقى يتكلم ويجيب ويودي وانا عايزة يعني اكفات هزيق قاد النهية قول لي الله تمشي ما انتش هايز هرا فيك تاني مستني ايه وقلها ما بيقول هايش وعمال يتكلم 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 لغاية قام قال لي طب والله العظيم يا حقر لو كل الناس قالت ان انت مفيش منك رجا انا بقى مش هفقيني منك ومش هسيب يغل ما انت عايد لي مش خالص اوه 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 بس فق اقولت بقلوه اوه اوه Clock بس هي اهي انا اصدله لان كان اه ام احد نريه في حياتى كان اص來說 بي مشوا مش محدش مسك فيه كده محدش عفر عشاني كده محدش ادري يشيل السيلة دي ابدا ابدا وكنا عندك وجربي يقره باصل شيلتك مش سهل وانت ست مش سهل لا ست مهما كانت قوية وتمام في نفسها وسندها نفسها وهي قدام الناس حاجة كبيرة في ست بتبقى عادي برا ومش شخصيك دي بس معي جزها بتبقى عايز تفرد هي يا رأيها هل عايز الصغيرة بقى يعملوا كده الكبار العقلين قاعد يبقى سيبي الراجل يقوم بالمحمدي سيبي يقوم بالمحمدي قولك عشان شلت مسئولية كتير فعايزة اعمل كده الراجل يسوق ولا هستة تسوق ولا الموضوع يبقى بين البنين ايه كوالية انا هقول عن لانا عشته انا بالنسبالي انا شلت مسئولية كتير قوي بعمل كل حاجة فلا مش انا حاليا لا انا مش عايزة اعملها حاجة انا عايزة اتضلع دايما دايما انا بحس ان الست مليش دقعة بتشتغل وانا مش اشتغلش بقى الست عموما هي مدام اتخلقت مع راجل خلاص او بقت خلاص في عسمة راجل الست جات في المكان ده عشان تتدلع هي اتخلقت تتدلع تتدلع وتعمل نفسها فيه وتتبسط وتفرح الشغل بقى والمرمطة والتعب والمروح والمجية والفلوس دي بتاعت الراجل الست مليهاش دعوة تتدلع بس انا انا بالنسبالي ده حاجة انا متفق عليها انا هو يعني احنا مش متجوزين بقى اطلع الفرخة من بالليل والجو ده النور بتاكلي ايه طيب يا حاكل والله بطبخ بطبخ وبعمل كل حاجة بس عشان حماتي دلوقتي ما تشوفي البيت عمتوا لسه إلالي من يومين وانتم تطبخوش توش مهتمين باكلكو احنا ماما والله ما بنا كلش كويس احنا اخر حاجة من فكر فيها الاكل فاني بس لو الولاد موجودة في البيت لازم طبيق موجود في البيت بس لو انا واحمد بس لأ عادي ربنا يسهل عليه دنيته زي ما هو مسهل حياتي اللي هل مش موجودين خلاص ناكل اي حاجة خلاص انا هتغدى مسلا في الشغل وانت يتلوبي اي حاجة كده يعني فالدنيا سهلة سهلة ولا ملزم ولا مش ملزم يعني فاهم فلا عادي الرجل لما بيحب بيعمل اي حاجة بيشيل اي حاجة ويستحمل اي حاجة سالة الفكرة كلها ان حد يعني انت هو تغير 360 درجة في وقت قليل جدا من حياة سنجل لحياة كبيرة اوي بتفاصيل كتير بحاجات كتير ان انت تدعيله في بوست او واحدة دخلت قايتلي هو انا كل الناس دخلت دعيت لدرجة خلاص الكمس بقيت متكررة يعني انا مشوفش بصباحة واسكت شوية بحاجة خلاص بانسق اصلا نزلت حاجة اا لقيت واحدة جانت في كيشين كده وانا ليه محسكي ان انت بتشحتي على اولادك ردتي عليها ولا ارد عليها عادي ممكن ربنا يكعب لها في اي واحدة انت بقى محروق ده ما تمزقها عادي اللي بيحبوني كتير واخدش يدفعوا بس بحلم بس لا بس ازولك الحاجة بحط ان انت تدعيله دي يعني من منظور الرجالة هي بتعدي كلام الحب كتير يعني ان انا انا ما تدلعتش انا وصلت لدرجة ان خلتها تدعيله لدرجة دي شافاني كبير قوي شافاني عملت حاجات كتير قوي بص منش عايزة بقى اوبر وهيفضل يقوله يعني ساعة الفرح مسلا كان فيه كونز ايه يا هجر بقى انت ايه بلاش الدلأ دي يعني وبلاش مش عارفه انت كانت ساعتها ايام حوارات شرين وحسام انت مش شايفة شرين حصل فيها ايه انت مش عارفه ايه كل رجالك كلهم شبه بعض انا مبسوطة دلوقتي لما يبقى يجي بعدين نبقى نشوفها نعمل ايه مش كلمة والهالي يعني نحنا كلامنا كتير خلاص عن هاجر اغبر الشغل معك حلو تمام حلو تمام بتحب تشتغليه حلو جميل جدا حلو تمام الشغل بالنسبة لك كم في المية كده من حياتك لا حاليا مش اكتر من خمسين في المية عايزة تكملين في الشغل اده كتير معني بس مع الميكب ارتس عايزين نعيش ونموت ميكب ارتس نبدل مكملين في الشغل اطور عمرا لا 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 ندي بقى فرص لغيرنا بقى وكده وانا بالنسبة لي بالنسبة الواحدة هوية البيئة المحيطة غير مؤهلة للابداع يعني يعني بيئة المحيطة غير مؤهلة للابداع انا واحدة بكلمك انا واحدة بحب الميكب. فبحب انا انا عايزة ابدع فيه. البيئة المحيطة مش مساعداني على كده. مش شغلانة يعني. المجال نفسه بقى عموما مسلا. يعني فهيني? انا معينش مشكلة مع اي حد. خالص. خالص ناس كلهم حعيفة. كل الناس حعيفة. تغازمي نفسنا كده عد كده. انا انا بالنسبة لي انا لا. بالنسبة لاي حد وما ظنش بقى بس ما عارفش عايزة بان انا هابلة. بس يعني ما ظنش برضه ان حد ممكن. معرفش ممكن. بس انا معرفش. بس نفسنا والكلام ده لأ انا انا بقولك انا بحب كل الناس. معانش مشاكل مع اي حد. كل المجال بتاعنا بقى. عموما خالص. لو حد لي مشكلة معيه. يجي يتكلمني وانا اكبرت معي. بس اكمل فيها لأ ما ظنش انا بقى حضر لخطة التقاعد يعني. اصلا. اصلا. اعزة تشغل حكاية تانية ولا عزة تتفوضي للبيب بقى. لأ بص ما معرفش ان انا ممكن افضل اعود يعني اعلى طول افضل. انا هنش عايزة الشغل تانية. عايزة تشتغل متعودة على الشغل. اه بس اه. صراحة بشتغل مزايجي. مم. يعني مفاهم? بس انا حسة اني مش ديها تبقى اخر محطة. يعني مش دي اخر محطة ليه? شي بيقى بتاني هاتفتح. اه. بص انا هقولك على حاجة. مسا اه مش عارف عصلا بقولي الكلام ده صحيح يتحكوا. فادلوقت الناس كلها هتشوفو. قولي. قولي قولي قولي. انا. حتى كده اني فيه في وقت معين. هبقى في مكان كده. يعني مش عارف مقولك ايه? يعني. عارف قايمة اسرائيل العالم? اه. انا هبقى في القايمة دي. اوكي? بس انا ما بخططش لاي حاجات وديني عليك. وما فيش اي خطوات. باخدها توديني للقايمة دي. بس اقلها من جويه قناة. بص مش قادر اقولك. مش قادر اقولك بجد. مش عارفة ايه المحطة الجاية. مش اخر محطة. بس فيها كتير نفسي عملها. ومش نفسي عملها برضو كان ده يبقى الكارير بتاعي. لأ. انا نفسي عملها. نفسي عملها. اجرب. يعني اجرب. عادت شوية اقول لأحمد اه ده كان حاجة برضو قايلة لأحمد عابل من اتجوز. انا عايز امثل. موافق? قال لي او موافق. قلت له بعد الجواز عشان في كم حاجة كده. اه متكلمة مع عافية قبل من اتجوز. منا الموضوع ده. ومنا ان انا كان نفسي اتبنى طفل. كان نفسي اتبنى طفل. لو كنت خلاص نفسي اعمل الموضوع ده. ايه الامنية الغريبة دي? اه نفسي عملها قوي يعني. عارفة التبني من فجأة اكفل طفل بس يعيش معانا يعني انا ولادي في البيت. فانا كنت اعمل ده. كنت انا ولادي. عايزي. كانوا فكرنا يجيبوا سواء ماركت اصلا. فعادي مكتنعين وهم عايزين موضوع ده. عايزي. وانا دي بجد امنية ليه من زيبني. فسألت احمد قال لي لا. انا مش انا مش هوافق على حياتك. ونخلف. لكن ثمانية. فكان غير موضوع ده بقى كان موضوع التمسيكتوها بس. ما تقفش قدام طريقي. قال لي طريق. في طريقك اصلا الله. لما يظهر له مانا مح طريق نبقى نشوف ساعتها. نشوف ساعتها ايه لا هيحصل يا بس ما يظهر لك نور في اي طريق يعني. بس بس انا نفسي عمل حاجة. بس يعني انا مسلا بقول لك انا عايز امسل. انا مش نفسي امسل ونفسي يبقى سوبرستار. انا عايز امسل اجرب. اين مش كنة? ام. اجرب. اهاجر عايز اتجرب حاجة. يعني زي بقى لعبة مسلا عايز تروح تجربها جيم يعني عادي. ام. اين مش كنة? عايز اعمل لغنية. مسلا. عادي برضو. انت بتضحك من ورا الكاميرا. مش معناها ان انا عايزة بقى مغنية. انا عايزة اجرب. ما يمكن الموضوع يمشي. ما يمكن بس مش حتى خطط لاي حاجة. بس يعني. بس بس خلاص. اه. لو حد وقف هنا. وبتسألك انا يا هاجر. دخل على جواز. انصحيني. ما تخلي فيش قوة متتجوزة. ودي انا بقولها لان رئيس عرفك. وده مش موجود هنا في صعب انت تقنع الاهل ان احنا نستنى شوية على الخلفة. بس بجد الخلفة ملهاش علاقة بالجواز خالص. الجواز ده انت بتتجوزي او انت بتتجوز شخصي بقليك انت. لما بتخلف ده قرار ملوش علاقة بالجواز اطلاقا. اطلاقا. دي بقى بقت الحاجة المشتركة اللي بينكم بجد. بجد. هل انتو بقى قدرين عليها اصلا. قصة مش قصة ماديات خالص. مش قصة ماديات خالص. في مسئولية كبيرة. ومشاعر غريبة جدا جدا متضربة. انا 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 ساعات بقافل ها. مش عارفة. مش عارفة ارد. مش عارفة اعمل ايه في الموقف ده. مش مش عارفة اعاقب ولا اعاقب ولا احضن ولا اعمل ايه? اتكلم العقل وتربية اجابية ولا ادي مش شفشب ولا اعمل ايه? مش عارفة. بس التربية صعبة جدا. 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 وبعدين لما بتبقى اب او ام بقى. بتبتدي عارف لما بيحصل كده عائل صغير بيعمل حاجة في الشرع وتقوم شطمه ولا تقول فين اهله ولا مش عارفة ايه? عارفة اكرا ممكن يكون اهله عاملوا اللي عليهم بزيادة. بزيادة. بس. هو كده. مهما حاولت. مهما حاولت. فانا بقيت في الحتة دي انا ما بين ان انا ايه? ان انا باشت من العالي الصغيرة اللي مش بتربيين. بس انا عائل برضو بيعاملوا حاجات اولوا ربياهم والله العظيم. بس مش عارفة. ده اكتحاد شخصي منه. من اللي بيعملوه ده. الموضوع صعف جدا. جدا. يعني انا برضو بقعد ادعي ان ربنا يعني. يعني. انا بقعد اتكلم مع ابنتي زي ما بتكلم معك كده. لما بيحصل حاجة بقول لأ انا مش عارفة مفروض نعمل ايه? فيعني ايه? تكلمي معي كده نشوف هنعمل ايه? وساعات اقول لها تب استاني نكلم خاله. تب استاني ناخد نشوف بابي مسلا كان رأيه كزا. آآ نكلم خاله ونشوف هيقول ايه? تب مش عارفة مهو التربية مش يعني. انت كنت في سنها كنت تفتكلي كنت غالبانة اللي كنت تخدي حقك. لأ مفلطجية. ونفسك تطلعيها ايه? انا 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 عاجبني هدوءها وجمالها ده بس آآ نفسي طرف تاخد حقها. طرفت عقبي هجر? هو انا انا يعني لغيط من قريب كان اكبر عقاب عنده ان انا خصمه. انا اكلم همش ده اكبر عقاب ولسه دلوقتي يعني. بس ده دلوقتي يبقى فيه الموبايلات والايباد والواي فاي والحاجة دي كلها بقيت آآ عقاب يعني. عقاب اكتر. بقى انا بقعد اقول لهم انا مش عايزة ابقى زي الامهاد بس غصبا عني بلاقي نفسي. هو انت هتفضلي نايمة? غصبا عني بافضل اقول ما عني ما سبها نايمة عادي يعني. يعني ساعدة صحة من هو لا. مريم امي حشان ما ينفرش تفضلي نايمة كده. هما الامهاد بيعملو كده. مواما بقى يعني. انا بقول لها هما الامهاد بيعملو كده. مم. فأنا لازم اعمل كده. انا ما عرفش. يعني فاهم? ما ما بعرفش بقى لقي نفسي غصبا عني بعمل اللي اللي الامهاد كلها بتعملو. هي لسه ايلالها ياو صحبتها. قلت لها بصي. انا اقول لك على حاجة. هما عندما يحوروا هما الاتنين. تمام? انا اقول لك على حاجة. يعني كان زمان يقول لك ايه? دو انت راح تصيع كنا احنا راجعين. للأسف انا لسه هناك. انا لسه مرجعتش. ولسه قاعدة شوية. فمش هتغربوا تصيعوا علي. يعني من الاخر كده. هتروح اتلقوني موجودة هناك. بس. انت لما بتشوفي النمازك في الشارع بتخافي على على ابنك مثلا. لا لا انا هيعمل كده? لا انا هيعمل. لا بخافي على بنتي مريم زياد شوية لسه صغير شوية. يعني زياد دلوقتي ماشي فناشوة الشهر لسه صغير. يعني هم بالزبط السنة الجاية هيحصل ان شاء الله بوز اللي بيحصل ده بتلاقي كبرة على طول. آآ بس زياد آآ بعض يا زياد يا زياد. يا الله يا مم ما تخافي زياد بص يا زياد بصوك. الناس بتشتم اهلهم ازاي يشتمون يا زياد. قولي لأ والله انا عزيم يا مم اهامل كده. ولما مريم تعمل حاجة مسلا وآآ وعيط عادي يعني ممكن عيط عادي يعني. مش مشاكل مم اهامل ايه معانا? فيجي قولي والله العزيم ما هيعمل زي يا عمي. الراجل بق. ماشي يا حبيبي. بس. هسألك سؤال كده. انت ايه اكتر حاجة دقيتك في الشغل قبل كده. بتدقيق عم متن ايه مش شغلي? يعني ايه حاجة ممكن يجنينك في الشغل. ما بتدقيقش من البنت اللي تتجي من ورا كياته. زودلها حاجة هنا بقى عشان خاطر دي مش آآ لا 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 زودي زودي هنا كده. بتدقيق. لأ. ايه ده? ايه اللي معاي بقى مفاهميني بقى ايه بمرهم. بس انا عندي حاجة. انا بتكلم على العروسة في كل حاجة. قبل ما نبتزي خلص. درجة وريني شغل حتى لو مش شغلي. وريني صور ايحد. لان الاسئلة ممكن يمكن تبقاش تفهم في الميكب اصلا. فلا ممكن يقول لها مصطلحات ما تبقاش فهماها. زي مثلا انا عايزة ميكب هادي جدا سموكي. فدي مش فهمة. دي مش فهمة. فبحاول ابسط لها كل الامور. واسئلها اسئلة معينة ده. زي كده اسئلة معينة. انا باسألها لكل عروس. في حاجة معينة بتحبيها. في حاجة معينة بتحبيش. في حاجة نفسك تعملها وخايفة منها. في لون مثلا بتحطيه على طول. خايفة ان هو اه انا احطه فعايزاني ابعد عنه عشان انت بتحطيه دايما. كده باسألها اسئلة اخد منها. برضو مش عارفة بعد الاسئلة دي مش وصل اللي لوك كامل اللي هي عايزة وريني صور حتى لو مش شغل. وريني صور. لغاية ماوصل لحاجة معينة. طب خلاص احنا وصلنا لحاجة معينة. بس ده مش معناني انت تطلعها شباها. اوها. لأ. تطلعها شباها. بس يعني اللوك ده بالتوم بالالوان مش عارفة ايه بالفكرة بالكلام اللي اتناقشناها. هتطلعي كده. طيب تمام. لو هي طلبت حاجة بقى مش اه مش مناسبة لها. بناقشها فيها. هم. لو صممت. ما بفرضش رأي. اعملها بس بصورها قبل ما اعملها. هم. كلهم كلهم كلهم. انا الحتة دي مش بتاعتي. انا صورها واعملها. قول لي ليه بقى. هم. عشان. تيجي انت تقول العروسة هي عروسة بلاش ده. بلاش ده. هم. بلاش ده. اما تروح وتلاقي حد انت قضها فيه. بتسكت. ما بتقول شانا اللي صممت عليه. بالزبط. معاكي اسبات بقى يعني. ده بتاعلي معا. هم. هورد بقى وبعد كده انت روح الفرح بقى وانت زي ما انت عايزت. صور اللي عندي هتنزل صور شغل. رؤيتي. هم. معاكي والله انا ما عنديش مشاكل. انا عندي كناعة اني ده يومك انتي. لازم انتي اللي تبقي طلعة واسقة من نفسك. لو انا حطت لها لون روج اغمق شوية من اللي هي طلبة. وطلعت لقيت حد بيبصلها بصة كده. عشان بص. ام. اللي انا هي حطت. بولي مش عاجبني. ده اللي هيجي في دماغها. بزب. كده ده اللي هيجي في دماغها. ام. فلأ انا عايزها تطلع من عندي. وبعدني انا مالي. انا افرض رأيلي اصلا. يومك. انا مالي. انا انا ادايا يا حبيبتي. انا ادايا انتي جايباني. انا فيزلك احلامك في يومك. بس. انا عمري بهافرض رأيلي عليك. ده يومك انتي. بس بس برضو يعني احب العروسة اللي تقولي اعملي اللي انت عايزة. اريح لك. اه. وبتطلع اللي عندك. اريح. وافضل بقى اسألها دي بقى. ام. يعني دي اللي بتقولي اعملي اللي انت عايز افضل اسألها. طب بقولك ايه رأيك مش عارفة. طب في حاجة مجنونة كده جديد اعملها. طب في حاجة مش عارفة ايه. ولا ايه رأيك نخليه سامبل خالص نعم. تلاقيني برضو قاعدة اتكلم معها كده. بس في في عرايز بقى بيبقوا ام. يعني يعني اسألني عن عراسة وانا قولك انا. ام. يعني اسألني. فضل ما اخراه في الكلام. تفتكري تفتكري اها جارة عروسة عصبتها درجة انت مكنتش قادرة تكملي. بي اخت عروسة عصبتني. اه لا بي اخت عروسة عصبتني. اخت عروسة? عروسة ما اقدرش اكمل دي. لا. استحالة. ام. ما انفعلت مفيش حاجة لا 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 قصدي قصدي ان انت اشتغلت تحت يعني ضغط اللي هو يعني هاجر جايب اخير يا هاجر. قزمت نفسيا جدا. ام. اتخنقت مع اخت العروسة. اخناقة يعني. اتخنقت. اخناقة. اتخنقت معها كده. بس اه نزيمت بعدين. ليه? عشان انا قلت كلمة في الخناقة وانا ما 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 كنتش فهم اللي احنا فيه. بس اقولك. يعني في حاجة غريبة في حاجة غلط انا بتعمل بتراية غريبة في حاجة غلط. انا باتعمل بتراية غريبة في حاجة غلط. ام. لغاية ما الموضوع بدأ يبقى اه صريح علي. فبدأت انا تعصبت. تعصبت. اقامت هي برضو هجوم علي. فبدأنا صوتنا عيلي قوي قوي. بدأنا بنزعق لبعض فحسيت ان العروسة عايزاني انا اللي اسكت وسايب اختها بتهزق فيها عايزة بتهزق بتهزق خلالي ايا بقولك فلا انا شايفة العروسة فانا بقول العروسة انت جاي عليا ليه انت جاي عليا ليه انت مش شايفاها بتقول ايه فهي عملت عصبني برضو فقلت لها فهي برضو العروسة عمالت هديني انا اما مش تهديني بتقولي انا ما كنتش بتخيلة ان انت كده كنتش موت خيلة ان انا كده ايه انا ما كنتش بتخيلة ان انا متهزق واسكت لأ طبيعيا ان انا مش هسكت يعني لو بتهزقت يعني ايه تعبانة يعني في مخها يعني عشان انا اعمل كده يعني عشان نسكت على تهزيقي وكان للأسف ان العروسة فعلا تعبان ان الاخت العروسة فعلا تعبان والتصرفاتها ما كانتش يعني زي حسوبة عليها زي عالتي يا لهوي يا لهوي لا روحت بقى عطا عاجل بقى كل ما افتكر بقى كنت عطا عاجل بقى انا انا ازاي قلت كلمة زي كده هو وهي فاهم برضو ورا هاجر برضو قلبر هويف برضو اوه الله نهازين مايبانش علي غواهم ننصوتي بس لقلم كبير والله عددت الناس اللي باني عليها من برا طف كده من جوا بتكون ويفر خالص من خلال برنامج بتاعك انا عايز اقول لكل الناس ان انا مسمحكم دنيا واخرة والله بجد مش بالتاري دنيا واخرة اي حاجة بقى بتاعت ربنا بعد كده بقى هو عايز احكبكم مسامح كل الناس كل الناس كل اللي غلط فيك كل اللي عمل فيه اي حاجة عصد هيرجع لحاجة انا مسامح نفسي عشان انا غلط كتير عبدا فانا مسامح نفسي مش هتقدر توصل للحتة دي برضو ان انت تسامح حد غير لما تسامح نفسك ومش تقدر توصل لحتة انت تسامح نفسك غير لما توقف نفسك قدام مراية وتعترف بغلطاتك وتتحمل مسئوليتها انا شخص كل غلطاتي مشاكلي تحملت مسئوليتها وعواقبها وانا اللي كملت حياتي بيها هاجر لا تفضل انت كنتي حد خفيفة مرسي وجميل جدا وبعد ان شاء الله كزا حلقة انا برضو هقطع الحتة دي واعد فرج عليها واقول هاجر كانت من الاز واجمل الناس اللي جات في المكان ده مرسي محمد بجد لحد يعني لو عندنا ميت حلقة كمان مرسي محمد بجد انا بسط معك ويديا والوقت بجد نجاري انا نسفت كتير قوي ورغيت كتير قوي معلش انا جاينا نسمعك انا بسط معك انا اكتر والله قد انا انا قوية